أهلا بيكم أبناء بناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي الفندقي بالمدارس المطبق بيها منظومة الجدرات أهلا بيكم حبيبي مرة تانية في وحدتنا وحدة التعامل مع تنظيف وكي ملابس نزلاء كنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا وبدأنا مع بعض الوحدة بتاعتنا وبدأنا جزء من المخرج الأول اللي هو كان بيعمل ايه؟ بيعد ملابس النزلاء لعملية التنظيف تمام؟ وكنا اشتغلنا فيه بمجموعة من المعايير ووصلنا فيه للمعيار التاني تعالوا كده نفتكر مع بعض المعيار التاني بتاعنا كان بيقول ايه؟ المعيار التاني بتاعي انه هو كان مسؤول عن الفالي اللي موجود عندي بيزاي بيستلم ملابس النزلاء من الجسد داخل الغرفة وازاي بيوصلها للمغسل زي ما احنا شايفين كده على اللاب تعالوا نراجع مع بعض كده المعيار مرة تانية سريعا عشان نربط أفكار الحلقة اللي فاتت بحلقتنا النهاردة زي ما احنا شايفين وقلنا الحلقة اللي فاتت ان الفالي المفروض انه هو بيدخل الغرفة الفندقية بالطريقة الفندقية بتاعتنا انه بيخبط تلت طرقات بتاعته وبيعرف نفسه طيب الجسد هنا قبله داخل الغرفة خطواته ايه اللي قلناها المرة اللي فاتت قلنا انه هو بيبدأ يعرف نفسه وبيعرض الخدمة على الجسد بتاعه وبيقوله اننا الفالي اللي جاي من المغسل عشان اخد اللاندري اللي حضرتك طالب الخدمة ليه تمام بيبدأ الجسد يقدم له الملابس زي ما احنا شايفين هنا بيبدأ يقدم له القطع الملبسية اللي الجسد عايز يعمل له عملية تنظيف تمام طيب بيعمل ايه بيبدأ هنا الفالي يعمل ايه شباب بزي ما قلنا المرة اللي فاتت بيبدأ يفحص القطع الملبسية اللي موجودة عنده فحص جيد جدا ازاي انا ببص على القطع الملبسية بشوف اولا ايه اللي موجود فيها هل ممكن يكون موجود فيها او في الجيوب بتاعتها اي متعالقات خاصة بالنزيل اه بنظرة فاحصة سريعة كده ببص على القطع الملبسية شوف فيها اي قطع اي تمزق اي مشكلة ما اه داخل الغرفة بشكل سريع وبعد كده بابدأ اطبقها وحطها داخل كيس اللاندري اللي موجود عندي زي ما احنا شايفين هن تمام بعد كده بعمل ايه بارض على الجست الفطورة بتاعت اللاندري اللي عندي هي مش الفطورة هي عبارة عن القايمة اللي موجود فيها كل انواع القطع الملبسية اللي ممكن الجست يدهاني علشان ابدأ اعمل لها عملية تنظيف في جيبة فيه بانطالون فيه بلوزة فيه جرفطة فيه اي قطعة ملبسية الجست عايز ينظفها بيبدأ تكون موجودة عندي داخل القايمة دي او داخل الليست دي تمام وبيبدأ الجست هو زي ما احنا شايفين بيبدأ يعمل ايه بيبدأ زي ما احنا شايفين هنا في الصورة بيبدأ الجست يعلم على الحاجات اللي هو عايز يعني أنا عايزة نضف جاكت عايزة نضف بلوزة عايزة نضف بانطالون بيبدأ يعلم عليها كمان بيعرف عن طريق الليستة دي أو القيمة دي إيه هي الأسعار أو التكلفة الخاصة بتنظيف كل قطعة ملبسية وكمان بيبقى موجود فيها الشروط أو الجزئات اللي ممكن تحصل على الفندق لو حصل أي تلف أو أي ضياع لأي قطعة من القطع دي والفندق هيبقى مسؤول بتعويض النزيل قد إيه عن القطعة الملبسية دي بعد كده الفالي بيطبق الغسيل زي ما قلنا وبيحطه في كيس اللاندري اللي موجودة عنده داخل الغرفة وبيشكر النزيل وبيوعده إن الملابس بتاعته حتكون جاهزة في أقرب وقت ممكن وبينزل بعد كده يحطها فين في المخسلة عندي هنا في البنتري اللي موجود فيه الدور اللي هو بيشتغل فيه بيبدأ يحط الكيس اللاندري وبيبدأ يحط عليه بيدبس عليه اليفطة اللي موجود عليها بيانات الغرفة وموجود عليها اسم العميل والعميل محدد فيها كل القطعة الملبسية اللي موجودة عندي بعد كده كيس اللاندري ده بينزل عن طريق الهاوسمان أو بينزل عن طريق العمال اللي بيجمعه اللاندري وينزل مرة تانية يروح المخسل ده كان المعيار اللي اشتغلنا فيه الحلقة اللي فاتي تعالوا بقى نبدأ مع بعض النهاردة المعيار الثالث من المخرج الأول اللي هو بيجهز ملابس النزيل لعملية التنظيف ثالث حاجة بيعملها ايه في المخرج ده بيقول يا شباب ايه يبلغ النزيل بالتلافيات الموجودة بالملابس تمام الجست هنا الفالي هنا لما بياخد كيس اللاندري وينزل بيه للمخسلة بيعمل خطوتين اتنين مهمين جدا قبل ما تبدأ عملية الغسيل للقطع الملبسية اول خطوة منهم اللي هو المعيار الثالث اللي معنا ده اللي بيقول ايه بيبلغ النزيل بالتلافيات الموجودة بالملابس احنا قلنا وهو في الغرفة بيبص او بيفحص بشكل سريع القطع الملبسية لكن لما بينزل المخسلة بيمسق القطع الملبسية قطع قطع ويفحصها فحص جيد جدا جدا ويتأكد ان القطع سليمة ما فيهاش اي تنزق او فيها اي قطع او فيها اي مشكلة كل زرائر القطع الملبسية كاملة ما فيش منها زرار ضايع فيه اسوسة القطع الملبسية شغالة بشكل سليم وما فيهاش اي مشكلة تمام ما فيش اي بقعة شديدة زي حبر مثلا زي اي مشكلة موجودة على القطع الملبسية لازم ابلغ بكل الحاجات دي تنزيل بشوف القطع الملبسية ولو فيه اي مشكلة من المشاكل اللي احنا ذكرناها دي ببدأ على طول مباشرة اتصل بالنزيل واقول له مثلا ان الجاكت فيه احد الازرار منه مفقود نعمل ايه هل نستعيد بالزرار اخر ونركبه لحضرتك ولا نعمل ايه او مثلا السوسة بتاع الجاكت فيها مشكلة اصلحها لحضرتك ولا لا ما رحش ااخد القطع الملبسية واركب لها الزرار بمعرفتي او اصلح بمعرفتي وارجع اقول لي الفليدة كلفت مثلا قد كده لا ما ينفعش لازم اقول للجسد الاول المشكلة اللي موجودة في القطع الملبسية بتاعته او التلف اللي موجود في القطع الملبسية بتاعته وهو اللي قرر اعمل له ايه ممكن يقول لي لا لو سمحت سيبها زي حادتها واخسلها لي بالوضع ده ما لكش دعوة سيبها انا عايزها كده تمام او ممكن يقول لي لأ لو سمحت سلح لي السوسة او ركب لي الزرار او لو فيه قطع فيه القطع الملبسية لا خيطهولي طيب هو انا هعمل له الخدمة دي هبلغه مباشرة ان الخدمة دي تكلفتها كذا اعمل ولا لا لو ادامي القرار بالتنفيذ اوكي بنفس بكل بساطة وبزبط القطع الملبسية قبل ما تروح لعملية الغسيم يبقى اذا تالت معيار موجود عندي داخل المخرج الاول بتاعي ان انا ببلغ النزيل بالتلافيات واللي ده بيحصل فين يا شباب هل بيحصل فوق في الغرفة ولا بيحصل تحت في المخسلة لا بيحصل تحت في المخسلة بعد ما الفلي بياخد الملابس بيعمل لها برضو فحص مرة تانية داخل المخسلة ويتأكد ان جميع القطع سليم تمام طيب بعد كده المعيار الرابع اللي موجود عندي وده معيار مهم جدا جدا ومنعتبره احنا في المخسلة خطوة اولية لعملية الغسيل المعيار بيقول يا شباب فرز الغسيل بيفرز الغسيل قبل عملية الغسيل تمام احنا قلنا قبل كده ان من ضمن العمال اللي موجودين عندي داخل المخسلة زي ما احنا شايفين كده في الصورة هم مين يا شباب هم عمال الفرز تمام طب بيعملوا ايه عمال الفرز دوت بنقول يا شباب من كلمة فرز انه هو هيبدأ يقسم او ينوع الغسيل او اللينن اللي موجود عندي طيب هو بينقل اللينن او بيفرزه او بيقسمه على حساب ايه هنقول كده بمثال بسيط كده زي 6 البيت اللي موجودة في البيت لما تيجي تخسل الغسيل بتاعها اللي موجودة عندها هتعمل ايه اول حاجة خالص حابده اعمل ايه حابده افرس الغسيل وفقا لشدة اتساخه يعني ايه الغسيل اللي اتساخه خفيف حابده اخليه على جنب والغسيل الشديد اللي اتساخ هخليه على جنب طب ليه يا ميس طب ما احنا ممكن نحط كله مع بعض وانا هحط كيميكال معينة وتنظف كله لا خلي بالك الغسيل الشديد الاتساخ بيحتاج كمية اقل من المنظفات وبالتالي انا في الحالة دي ما بعملش اهضار للمواد الكيميائية اللي موجودة عندي وكمان ما بعملش تلف للغسيل لان كمية النوع المنظف اللي انا هستخدمه للينين شديد الاتساخ غير النوع المنظف اللي انا هستخدمه للملابس او اللينين اللي هو خفيف الاتساخ تمام؟ يبقى ازا اول حاجة لازم اعمل فرز للغسيل على حسب درجة الاتساخ اللي موجودة جوه الغسيل ده او اللينين ده علشان استخدم الغسيل اللي زول الاتساخ الخفيف هستخدم له منظف خفيف او كمياته بتكون اقل انما اللينين اللي اتساخه شديد باستخدم له منظفات قوية وكمان كمياتها بتكون اكبر من النوع الاو تمام؟ طيب نيجي نقول بعد كده بالنسبة لي الغسيل شديد الاتساخ هعمل معا ايه؟ بنقول يا شباب القطع اللي هي بشديدة التساخ بتسمى غسيل راجع تمام؟ يبقى انا عندي نوعين اتنين من اللينين لينين اتساخه خفيف ولينين شديد الاتساخ طيب فيه لينين كمان اسمه ايه شباب اسمه اللينين شديد الاتساخ او الغسيل الراجع تمام؟ وده عادة بيكون فين؟ بيكون عادة في ملابس الشفات اللي موجودة عندي داخل المطبخ اللي بتجهز للاك لان دايما بيتعامل مع المواد الدهنية والبقع اللي موجودة داخل عملية تحضير الطعام وبالتالي بيكون صعبة قوي الجواكب بتاع الشفات وبالتالي بتحتاج الى تنظيف طب هي دي بس لأ برضو في لينين بيكون شديد الاتساخ خارجي عندي من الغرف ولكن احنا بنيدي مثال تمام؟ طيب بيقول بيتم تجميع اللينين ده واضافة مواد التنطيف بكميات اكبر عن اللينين الخفيف الاتساخ تمام؟ نظرا لان نوع البقع بيحتاج لمواد اكتر كميات اكبر ومواد نوعها اقوى شوية من اللينين الخفيف تمام؟ طيب هل كل اللينين اللي موجودة عندي داخل الفندق هيكون شديد الاتساخ؟ لا خلي بالك اللينين الشديد الاتساخ بيكون في المعدل دايما اعداده اقل من اللينين الخفيف وبالتالي في الحالة دي انا بحاول ان انا اوفر غسلات ذات حجم صغير عشان تاخد الكميات الصغيرة دي من اللينين او من الانسجة اللي هي شديدة الاتساخ طيب زي ما احنا شايفين كده عمال الفرز وقفين بيقسموا اللينين زي ما قلنا من شوية شباب ايه لينين خفيف الاتساخ ولينين شديد الاتساخ طيب بعد كده بنقول ايه؟ خلي بالك كويس جدا ان عمال الفرز دول لازم يكونوا مدربين على حاجة مهمة جدا اللي هي ايه يا شباب ان انا لما بنقول اه افحص اللينين اه علشان يكون اه اثناء فحص اللينين قبل عملية التنظيف او فرزه لازم ان اراعي ان انا استخرج على جنب كده القطع الغير قابلة للاسترداد يعني ايه الغير قابلة لاسترداد؟ يعني القطع اللي ممكن يكون فيها تمزج شديد ممكن يكون فيها بقع شديدة مستعصية غير قابلة للتنظيف تمام؟ ان يكون احد اجزاء اللينين دي محترق تمام؟ بالتالي انا بخرج القطع دي بتاع اللينين ده من العدد اللي موجودة عندي للتنظيف انا نزلي عشرين قطعة لينين طلعت منهم تلاتة واحدة شديدة الاتساخ جدا واحدة عندي موجودة فيها حرق وواحدة فيها تمزج شديد التلات انواع دول انا بعمل لهم عملية خروج او استبعاد من معدل او عدد اللينين اللي موجود عندي في عملية التنظيف طيب لما بخرجهم بخرجهم ما استعملهم في ايه؟ بيعاية استخدامهم مرة تانية داخل الفندق قفوة للتنظيف او ترشيونات للتنظيف داخل الاشراف الداخل تمام؟ دي رقم واحد طيب رقم اتنين انا لما بخرجهم بخرجهم كده وخلاص واقول مثلا انا عندي عشرين ملاية فيهم ملاية متقطعة لا خلاص خرجت ورجعت تسعتاشر وخلاص لا خلي بالك ان فيه دفتر انت او سجل بتسجل فيه اعداد اللينين اللي موجودة عندك اللي دخل واللي تم استبعاده واللي خرج مرة تانية من المخسن وبراجع الكميات ديت مع ايه شباب؟ برجحها كمان مع قسم الحسابات علشان ازبط الاعداد اليومية اللي مستخدمة في عملية الفرش لان عندي مثلا الغرف فوق فيها عشرين غرف وانا محتاج ليها مثلا عشرين ملاية ونزل عندي العشرين ملاية اخسرهم داخل المخسنة واحدة منهم خرجت عشان الملاية ديت فيها تمزق او فيها قطع جديد فمعن فاش تستخدم مرة تانية هل في الحالة ديت ارجع ام طلعي 19 وصيب الناس فوق مش عارفة؟ لا ببلغ الناس بشكل مباشر ان انا دخل عندي عشرين قطعة لينين تم استبعاد منها واحدة فيفضل او يراعى ان قسم التوردات يريد توزيحة او يعيد اضافة واحدة جديدة علشان تكفي الاعداد اليومية اللي مستخدمة فوق عندي في الغرف بتاعتي تمام؟ طيب الغسيل اللي بيتم استبعاده ده بيسمى ديسكارد لينين او الغسيل المستبعد تمام يا شباب؟ تعالوا بقى نشوف بعد كده بيتم تصنيف الملابس كمان على حساب ايه؟ بيكون التصنيف او الفرز على حساب اول حاجة نوعية الانسجة المتشابة يعني انا مثلا لو حاخصل مثلا زي مثلا ست البيت ما بتعمل في البيت لو حاخصل تلات قطع صوف تمام؟ ماينفعش احطهم كلك مع بعض مع قطع قطنية واشتغل على برنامج القطن واقول مش مشكلة اصلهم شوية القطن شوية صغيرين والصوف شوية صغيرين واشغسلهم مع بعض لا ماينفعش يبقى انا بقسم اللينين على حسب نوع الانسجة المتشابهة بتاعتي بخصل الصوف لوحده وكمان القطان لوحده تمام؟ طي فيه ايه كمان؟ كمان بفرز اللينين عندي او الانسجة او الملابس اللي بيتم غسلها داخل المخسلة على حسب المواد المضافة لعملية الغسيل يعني ايه؟ يعني مثلا انا بستخدم مواد مضافة لعملية الغسيل مع الغسيل الاقمشة البيضاء القطنية بحط مثلا مواد مبيضة ماينفعش اجي بقى اجيب اقمشة ملونة واجيب احط عليها مواد مبيضة واقول ايه مافيش مشكلة يشتغلوا اتنين مع بعض طبعا الانسجة الملونة هيحصل فيها تلف كبير جدا يبقى اذا انا بشوف انا هضيف مواد ايه للتنظيف وعلى اساسها باختار النسيج المناسب اللي ممكن تتعامل مع هذه المواد تمام؟ طيب ايه كمان؟ على حسب نوعية الاشياء التي يتم تجمعها سوي برضو ممكن اقسم الغسيل اللي داخل المخسلة عندي على حسب نوعية الاشياء يعني ايه نوعية الاشياء دي يا مس؟ يعني مثلا انا عندي بخسل الوبريات اللي موجودة عندي في الغرف زي البشاكير والفوط وفوط الوجه وغيرها تمام؟ طيب البشاكير والفوط دي هل ينفع ان انا حطاها مثلا مع كياس المخدات ومع الميليات اللي موجودة عندي واكياس الدوفي؟ لا طبعا انا بخلي الميليات لوحدها واكياس المخدات لوحدها البشاكير والوبريات لوحدها يبقى اذا انا بقسم اللينن اللي موجودة عندي على حسب نوعه وكل شيء فيه بينحط الوحده ازاي تمام؟ طيب نيجي البعد كده للنقطة التالتة والربعة والمهمة اللي بيعملها الفلي داخل المخسلة قبل ما تبدأ مرحلة الغسيل قلنا انه هو اول حاجة بيعمل اعادة فحص مرة تانية للملابس اللي نزلة عندي وبيبعت للجسد عندي بالتلافيات اللي موجودة في الملابس بعد كده بيعمل ايه يا شباب؟ بيتنقل الشغل العمليات العمال الفرز بيبدأ يفرز الملابس اللي موجودة عندي علشان يحدد الانواع المختلفة مع بعضها والانواع المتسخة على حسب درجة اتساخة مع بعضها بعد كده بتحصل خطوة مهمة جدا وهي يا شباب ترقيم الملابس الخاصة بالنزلاء بيبدأ هنا عندي العمال داخل المخسلة يعملوا ايه؟ يعملوا عملية ترقيم يعني ايه يحطوا عليها رقم او علامة علشان احدد القطع الملبسية دي طيب بيرقموا ازاي؟ بيتم ترقيم الملابس الخاصة بالنزلاء عن طريق ماكينة خاصة بذلك بيكتب عليها ايه؟ يعني ما بجأ رقم الملابس دي بكتبه برقمها ازاي؟ بيكتب علي الجزئية اللي انا بثبتها مع القطع الملبسية بيكتب عليها اسم النزل ورقم الغرفة بتاعته تمام؟ يعني انا لو منزلة جاكت عندي من الغرفة بتاعتي وبعد كده اكتبوا رقم الغرفة بتاعتي وليكن مثلا مية تمام؟ يبقى اذا بينكتب اسم الجست وكمان رقم الغرفة بتاعته تعالوا كده نشوف مع بعض في الصورة اللي احنا شايفينها مع بعض دي صور لبعض مكينات الترقيم اللي بتستخدم داخل المغاسل اللي موجودة في الفند زي ما احنا شايفين المكينة دي بيبدأ يعان طريقها بيرقم عن طريق قطع بلاستيكية وبيتم تثبيت رقم الغرف عليها وكمان اسم الجسد أو عن طريق بعض الأوراق المصنوعة من الأقمشة الحريرية تمام بعض القطع الأقمشة الحريرية اللي موجود عليها بيانات برضو بيانات الجسد واسمه ورقم الغرفة بتاعته تمام طيب فيه ايه كمان خلي بالكو ان الفليه كمان بيعمل حاجة مهمة جدا 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 لعمال الغسيل قبل ما يروح له القطع الملبسية اللي هي ايه لازم ان يكتب وصف تبصيلي للقطع الملبسية اللي راح للغسيل يعني ايه يعني يقول القطع الملبسية دي مثلا جاكت صوف تمام القطع دي بتخسل بمواد منظفات كذا يفضل انها تخسل في درجة حرارة كذا ما ينفعش لها عصر ما ينفعش لها مش عارفية طيب هو الفليه جاب المعلومات دي كلها عن القطع الملبسية منين؟ خلي بال ان دايما فيه مصانع تصنيع الملابس بيكون مرفق بكل قطع ملبسية علامات موجودة عليها داخل القطع اللي هي بتبقى موجودة عليها جميع بيانات التعامل مع القطع هل القطع دي بتخسل لغسيل جف ولا غسيل يدوي ولا بتخسل في الغسال هل القطع دي بيضاف عليها مبيضات ولا لأ هل القطع دي تينفع ان انا عصرها داخل الغسالة ولا ما ينفعش عصرها هل القطع دي تينفع تنكوى على درجة حرارة كام ولو ينفع تنكوى اوكي ما تنفعش يبقى لازم ان اكتب ده الفلي هنا داخل المخسلة بيعمل كل الخطوات دي بيفحص القطع الملبسية ويكتب بيانات الغسيل كويس جدا ويعرفها لعامل الغسيل عندي قبل البدء في عملية الغسيل تعالوا بقى احنا كده نعتبر خلصنا الخطوات اللي بيعملها الفلي قبل ما تبدأ عمليات الغسيل يعني خلصنا ايه كده يا ميس خلصنا المخرج الاول بتاع اللي بيقول ايه يعد ملابس النزلاء لعملية الغسيل انا عملت اعداد للملابس قبل عملية الغسيل دلوقتي بقى هتبدأ معانا المخرج بتاع الحلقة بتاعتنا النهاردة وهو اسم الحلقة ينظف ملابس النزلاء تعالوا كده بقى نشوف المخرج بتاعنا بيقول ايه يا شباب ينظف ملابس النزلاء هيبدأ هنا مرحلة مين بقى مين اللي هيشتغل هنا عمال الغسيل طيب هنا ينظف ملابس النزلاء ده مخرج اسم المخ وزي ما احنا متعودين في كل وحدة فندقية عندنا ان المخرج بيبقى مكون من ايه ها عايز اسمع فعلا بيبقى مكون من مجموعة معايير تعالوا كده نشوف مع بعض معايير المخرج التاني ونبدأ نناقشها مع بعض معيار معيار اول معيار عندي يا شباب بيقول ايه يتعرف على القواعد العامة الواجب مراعطها عند غسيل الملابس وفقا لمعايير مؤسسات الضيوف رقم اتنين يحدد المواد الكيميائية بقسم الغسيل والكي وفقا لقواعد مؤسسة الضيوف طيب المعيار التالي بيقول ايه يا شباب بيقول يتعامل مع البقع المختلفة الموجودة بالملابس وفقا لنوع البقع تمام طيب هنشوف كل ده مع بعض كمان شوية ونشرح طيب رقم اربعة بيقول ايه يخسل ملابس النزلاء وفقا لنوع النسيج ودرجة الحرارة رقم خمسة يتبع الاجراءات الصحيحة لكي الملابس وفقا لقواعد مؤسسة الضيوف نراجع تاني مع بعض يا شباب المخرج التاني بيقول ايه ينظف ملابس النزلاء ينظف الملابس النزلاء عندنا فيه كم معيار عندي فيه خمس معيير المعيار الاول بيقول ايه يتبع القواعد العامة لتنظيف الملابس وفقا لمعيير مؤسسة الضيوف دي رقم واحد رقم اتنين يحدد المواد الكيميائية المستخدمة في قسم الغسيل والكي وفقا لمعيير مؤسسة الضيوف طيب رقم ثلاث بيقول ايه يتعامل مع البقع المختلفة الموجودة على الملابس وفقا لنوع البقع رقم اربعة بيعمل ايه شباب بيخسل ملابس النزلاء وفقا لنوع النسيج ودرجة الحرارة رقم خمسة بيتبع الاجراءات الصحيحة لكي الملابس وفقا لقواعد مؤسسة الضيوف كده احنا عرفنا المخرج التاني وعرفنا المعيير بتاعه تعالوا كده نبدأ مع بعض معيار معيار ونشوف كل معيار فيه جدارة ايه وايه للمفروض نكتسبه منه اول معيار عندي يا شباب بيقول ايه يا شباب القواعد العامة الوجب مراعتها عندها تنظيف الملابس تمام؟ كل واحد فينا بيخسل الملابس هو يمس عشان نخسل الملابس فيه قواعد ايوا فيه مجموعة قواعد القواعد دي لازم امشي عليها ليه؟ عشان تدى تعمل عملية غسيل بشكل صحيح طب ايه هي القواعد دي؟ اول قاعدة عندي اللي بتعملها دايما واللي احنا متعودين عليها على فكرة عليها في البيت عندنا ان انا بافصل الملابس الملونة عن الملابس البيضاء قبل عملية الغسيل طب ليه؟ عشان قلنا ان الملابس البيضاء لها برنامج غسيل معين بيستخدم فيه مبيضات والملابس الملونة لا وبالتالي لو غسلتهم لتنين مع بعض هيحصل مشكلة كبيرة جدا للملابس الملونة هيحصل فيها تلف كبير جدا يبقى اذا اول قعدة بتتبحها اثناء عملية تنظيف الغسيل ان انا بعمل ايها شباب افصل الملون عن الابيض دي رقم واحد رقم اتنين لو في عندي اي قطعة ملبسية فيها محتاجة الى خياطة او فيها قطع او تمزق لازما اصلح القطع او التمزق دوت قبل بداية الغسيل طب ليه طب انا ممكن اخسلها مسا عادي وبعد ما اخسلها اخياطها عادي مفيش مشكلة لا خلي بالك ان القطع الملبسية لو فيها تمزق او قطع لو عملت لها عملية غسيل القطع او التمزق ده حيزيد اسناء عمليات الغسيل تمام فبالتالي لازما او تاني قعدة عندي ان انا اخيط اي قطع او تمزق موجود داخل القطعة الملبسية بتاعتي تمام طيب رقم تلاتة خلي بالك وانت جاي تخسل اي قطعة ملبسية فيها سوستة اقفل السوستة على طول ما تسبش السوستة مفتوحة اه قبل اه اثناء عملية الغسيل يبقى رقم تلاتة ان انا اغلق جميع السوستة اللي موجودة داخل القطعة الملبسية رقم اربعة العكس بقى فك جميع الازرار اللي موجودة داخل القطعة الملبسية طب ليه ميس طب ما احنا اقفلنا السوستة عشان اقفل الجاكت ينغس إيه اللي خلاني بقى أفك الزرار في الجاكت التاني خلي بالك الزرار ده بيبقى مسبت داخل حاجة اسمها يا شباب اسمها العروة لو أنا خليت الزرار مقفول داخل عملية الغسيل بيحصل إن مساحة العروة دي بتزيد وبالتالي شكل القطعة الملبسية عندي بيحصل له تلف يبقى إذن قبل بداية عملية الغسيل أعمل إيه يا شباب أفك الأزرار اللي موجودة داخل القطاع الملبسي إحنا قلنا مجموعة قواعد تعالوا كده نعرف الأربعة اللي احنا قلناهم في الأول ونراجع عليهم عشان ما نمشيش بسرعة ونعرف واحدة وحدة عندي مجموعة من القواعد اللي لازم أن أتباحها أثناء عملية الغسيل أو قبل عملية الغسيل رقم واحد بعمل إيه يا شباب أفصل الملون عن القبل دي رقم واحد رقم اتنين أي قطعة ملبسية فيها قطعة أو تمزق لازم أن يتم خياطتها مباشرة قبل عملية الغسيل عشان القطعة أو التمزق ده ما يزدش أثناء عمليات الغسيل بتاعتي رقم ثلاث أي قطعة ملبسية فيها سستة لازم أن تنقفل قبل بداية عملية الغسيل طيب رقم أربعة أي قطعة ملبسية فيها أزرار لازم أن أفك الأزرار قبل عملية الغسيل تعالوا نشوف القاعدة اللي بعد كده القاعدة اللي بعد كده أي جيوب موجودة داخل القطعة الملبسية لازم أن أخرج قلبي الجيب لبره تمام؟ يعني أنا عندي بانطلون حخسله وفيه جيبيني اتنين لازم أن أخرج قلب الجيوب دي لبره ليه؟ عشان يسهل عملية تنظفها وتنضب بالشكل أو بالدرجة المطلوب دي رقم اتنين وفيها كمان خطوة كده خفية اللي هي إيه يا شباب لما بخرج قلب الجيوب عندي بتأكد تماماً أن ما فيش فيها أي متعلقات سواء للجسطة أولية حتى في البيت يبقى إما بخرج قلب الجيوب اللي موجودة عندي داخل القطعة الملبسية بتأكد إن هي خالية تماماً من أي متعلقات شخصية لي الجسط اللي موجودة عندي طيب رقم 6 لازم أن أعمل الخطوة دي وخطوة ضرورية جداً اللي هي بعمل إيه؟ قلب جميع البنطلونات أو البلوفرات على الظهر قبل بداية عملية الغسين ليه؟ عشان أتأكد إن هي تكون خالية تماماً أو تكون سليمة تماماً من الوبر أو كمان الخيوط اللي ممكن تحصل أو تلتصق بيها أسماء عملية الغسين يبقى رقم 6 أو القاعدة السابقة اللي أنا هعملها قبل بداية عملية الغسين إن أنا أقلب جميع البنطلونات والبلوفرات على الظهر وأبدأ أخسله علشان ما يحصلش إن البلوفرات بتاعت دي أو البناطيل توبر ويتجمع على سطحها أي نوع من أنواع الوبر أو الخيوط اللي ممكن تكون موجودة داخل الغسين عندي تمام؟ طب إيه كمان؟ خطوة مهمة جداً أحياناً كتير الناس بتغفلها ولكنها خطوة مهمة جداً في عملية الغسين اللي هي إيه؟ لازم أن أقع الملابس في المياه قبل الغسين ليه؟ للحصول على درجة التنظيف المطلوبة عندي في أعلى درجة نظافة تمام؟ تمام بيقول إيه؟ لازم أن خلي بالك إن الخطوة دي أحياناً بيستعاد عنها داخل برنامج الغسيلي اللي موجود عندي في الغسين يعني ممكن الغسالة بتكون بتعمل خطوة نقع الغسيل ده داخلها لمدة معينة وبعد كده تستمر في مرحلة الغسيل داخل الغسال بس إحنا بنقول خلي بالك عشان تحصل على درجة نظافة عالية للغسيل بتاعك انقع الغسيل في المياه قبل بداية عملية الغسيل بفترة تمام؟ طيب الفترة دي عادة يا مسل مفروض تكون قد إيه؟ لا تتعدى التلت ساعة تمام يا شباب؟ لأن بعد التلت ساعة بيكون في خلال التلت ساعة بتبدأ التساخات اللي موجودة على الغسيل تبدأ تتكسر وتدوب داخل المي طب بعد التلت ساعة إيه اللي بيحصل؟ بتلتصك مرة تانية بالغسيل اللي موجود عندي يبقى إذن أخلي بالي ورائي كويس جداً إن أنا أنقع الغسيل قبل بداية الغسيل بتلت ساعة تمام؟ طيب فيه إيه كمان؟ بيقولك لما جي أخسل بقى رابطة العنق اللي هي الجرفطة اللي موجودة عندي لما جي أخسله بنعمل إيه؟ يتم التعامل معاها بالتنظيف الجاف الكلين دراي كلين وبالتالي لا يتغير شكلها يبقى ما جيش أمسك الجرفطة بتاعتي وحطها جوه برنامج الغسيلة وقول مش مشكلة تتخذ مرة كده مع الغسيل بتاعي لأ خلي بالك إن جميع الجرفطات اللي موجودة عندي بيتم عمل لها تنظيف جاف عشان أحافظ على شكل الجرفطة اللي موجودة عندي تمام؟ آخر قاعدة عندي بنقول إيه شباب عشان أخلي الملابس البيضاء بتاعتي ناصعة يتم التعامل معاها بالمبيض الخاص بذلك يبقى عشان راعي كويس جدا إن أنا لما جي أخسل الملابس البيضاء بتاعتي عشان تكون بيضة كده وناصعة واللوم بتاعها واضح وزاهي لازم أن أستخدم المبيض الخاص بيتبيض الملابس البيضاء اللي موجودة عندي طيب فيه إيه كمان؟ خلي بالك إن يراعى شطف الملابس كويس جدا بعد استخدام المنظف عليه يعني ما جيش كده أو ما عمل عمل دورة شطف كده خفيفة وخلاص ومش مشكلة وإيه المشكلة يعني ده لو المسحوق تنعلى أو المنظف تنعلى اللينين حيخلي ريحته حلوة لا خلي بالك استمرار وجود المنظف على القطع الملبسية وعدم شطفه بشكل جيد بيعمل إسفرار القطع الملبسية وبيخلي شكلها أسوأ من مكانة قبل الغسيل يبقى إذن الخطوة المهمة اللي لازم أن أرعيها أو القاعدة المهمة اللي لازم أن أرعيها أثناء عملية التنظيف إن أنا أخلي بالي من عملية الشطف وعمل عملية شطف جيد جدا للقطع الملبسية عشان أتأكد إن أنا تخلصت من كل الصبون اللي موجود عندي عشان ما يعملش إسفرار القطع الملبسية إلا أنا بستخدمها أو إن أنا بنظف طيب كمان براعي آخر قاعد عندي إن بيتم تكفيف الغسيل بالمجففات المخصصة لذلك تمام؟ يبقى إذن عندي مجموعة من القواعد اللي هي في المعيار الأول عندي في المخرج الثاني اللي بيقول يحدد القواعد اللازمة لغسيل الملابس قبل بداية عملية الغسيل وفقا لقواعد المنشأة الفندوقية طبعا إحنا قلنا شباب طالما قال وفقا لقواعد أو لسياسة المنشأة الفندوقية تأكد إن ممكن يكون فيه اختلاف من فندوق لأخ وكل فندوق بيشتغل وفقا للسياسة الخاصة به فبالتالي القواعد دي قد تزيد وقد تقل من فندوق إلى إيه؟ إلى أخ ولكن يفضل إن إحنا بنلتزم بأغلبها علشان أحصل على درجة تنظيف عالية للقطع الملبسية اللي موجودة عندي قلنا تاني إن أنا عندي مجموعة من القواعد العامة اللي براعيها قبل بداية عملية الغسيل تعالوا كده مع بعض نتنقل للمعيار اللي بعد كده المعيار اللي بعد كده بيقول يا شباب يحدد المواد الكيميائية المستخدمة في منطقة الغسيل والكاي وفقا لسياسة المنشأة الفندوقية تمام؟ طيب إيه هي بقى المواد الكيميائية اللي موجودة في منطقة المغاسل أو في القسم المغسل تمام؟ بيقولك تعالى معايا كده عندي أربع أنواع من المواد الكيميائية اللي بتستخدم داخل المغسلة أول حاجة عندي إيه شباب عندي الصابون رقم اتنين عندي إيه؟ عندي الإنزيمات رقم تلاتة عندي المبيضات رقم أربعة عندي الملمعات يبقى عندي كام منظف أو كام مادة كيميائية موجودة داخل المغسلة عندي أربعة الصابون الإنزيمات المنظفات والملمعات والمبيضات والملمعات يبقى نقولهم تاني عندي الصابون الإنزيمات المبيضات والملمعات تعالوا كده بقى نشوف المواد الكيميائية دي بتستخدم في إيه؟ وإيه الأنواع اللي موجودة منها؟ وإزاي بيستخدموها داخل المغسلة عندي؟ قبل ما أعرف المواد الكيميائية دي بيسألني سؤال مهم جدا إيه هي مراحل عملية الغسيل؟ بتتم إزاي مراحل عملية الغسيل؟ تعالوا كده نشوف مع بعض عندي أربع مراحل لعملية الغسيل المرحلة الأولى اللي هي عملية تكسير الاتساخات المتعلقة بالملبس يبقى إزا أول مرحلة من مراحل عملية الغسيل اسمها إيه شباب؟ اسمها تكسير الاتساخات العالقة بالملبس طيب المرحلة التانية اسمها إيه؟ اسمها استخدام المنظف على درجة حرارة عالي يبقى إزا المرحلة الأولى إن أنا بعمل إيه شباب؟ بعمل تكسير الاتساخات العالقة عندي بالقطع الملبسين رقم اتنين باستخدم المنظف ودرجة حرارة عالية عشان اعمل عملية التنظيف طيب رقم ثلاثة ايه شباب رقم ثلاثة استخدام الكلور لعملية التبييد تمام طيب رقم اربعة استخدام هي عملية التعقيم والتعطير تمام دول اربع مراحل لعملية الغسيلة اللي موجودة عند نقولهم تاني مع بعض اول مرحلة اللي هي ايه شباب اللي هي تكسير الاتساخات العالقة بالملابس المرحلة التانية اللي هي استخدام المنظف مع درجة حرارة عالية تمام المرحلة التالت اللي هي استخدام الكلور لعملية الطبيب المرحلة الرابعة وهي ايه شباب وهي استخدام التعقيم والتعطير للملابس ودي اخر مرحلة عندي من مراحل الغسيلة تمام طيب المنظفات الخاصة بالمخسلة احنا قلنا من شوية ان انا عندي ايه شباب عندي اربع مواد كيميائية مستخدمة داخل المخسلة نقولهم كده تاني مع بعض عشان نبقى ربطين الكلام بتاعنا ببعض اول حاجة الصبون الانزيمات المناعمات والمعطرات اه او المنظفات تمام تعالوا كده نشوف بقى بيقول لي ايه هنا المنظفات الخاصة بالمخسلة هي المخسلة لها منظفات خاصة اه تعالوا بقى نشوفها مع بعض اول حاجة عندي اللي هي ايه شباب المركبات القلوية طيب ايه هي المركبات القلوية دي يا ميس المركبات القلوية دي هي عبارة عن مواد قوية ذات درجة كفاءة عالية بتستخدم في ايه بتستخدم في تنظيف البقع المستعصية تمام والمواد القلوية دي بتكون عادة مفيدة للأقمشة اللي بتحتاج الى عمليات غسيل وشطف كتير تمام بنقول كمان اننا لما جي استخدم المواد القلوية دي لازم اراعي اننا اسأل المورد اللي بيورد لي الفندق بتاعي او الشركات اللي بتورد لي الفندق بتاعي درجات القلوية بتاعت كل مادة وبتستخدم لانهي نسيه تمام لبقى اذا لما جي اتكلم عن المركبات القلوية حيسألني فيها في ثلاث حاجات مهم ايه هي وبتستخدم لايه وازاي يتعامل معاه اول حاجة ايه هي هي عبارة عن مركبات ذات كفاءة عالية في عمليات التنظيف دي رقم واحد رقم اتنين المركبات دي مفيدة ولا ضرر لا مفيدة للأقمشة اللي بتستخدم او بتحتاج لعمليات غسيل ذات تكرار وبتستخدم عمليات شطف وغسيل كتير تمام وبتستخدم المواد دي معها ليه علشان لو فيه بقع مستعصية داخل النسيج ده طيب ازاي اعرف ايه الانسجة اللي بيستخدم معها المركبات القلوية دي لازما بسأل المورد او الشركات اللي بتوردلي الفندوق ايه هي انواع المواد دي وكل نوع منها بيستخدم مع انهي نوع من الانسجة او الالياف بتاع الاقمشة اللي موجودة عندي تمام يبقى اعرف درجة القلوية بتاعتها وبتستخدم لانهي نوع تمام طيب تاني نوع من المنظفات عندي ايه مضادات القلور وهي عبارة عن ايه قالك هي مواد بيتم اضافتها للغسيل للتخلص من ايه بدء اضافتها بعد عملية الغسيل خالص تمام لازالتها لازالة ووقف نشاط مركبات القلورين انا بحط القلور علشان اعمل عملية طبيب طيب مضادات القلور بستخدمها ايه انا بقول مضاد القلور انا حطيت القلور في الاول فبعد عملية الغسيل هحط مضاد القلور ليه عشان يوقف لي تأثير مواد الكلورين اللي انا اضافتها لعملية الغسيل وبيتم اضافتها ازاي بيتم اضافتها عن طريق اقية وضع اقية او اقيتين للمرحلة الاولى او التانية من عملية الغسيل لكل قد ايه بحط اقية او اقيتين دول لكل جاكت مثلا ولا لكل بانطرون لا لكل 45 كيلو من الغسيل تمام يبقى إذن بنقول تاني أنا عندي مضادات الكولور بتستخدم في إيه يا ميس مضادات الكولور إحنا قولنا بنضيف لي بعض الأقمشة الكولور كمبيد يبقى إذن أنا بضيف مضادات الكولور علشان توقف تأثير مواد الكولورين اللي موجودة عندي في مراحل الغسيل بضيف لها مضادات الكولور عندي طب بضيفها بكميات قد إيه يا ميس بضيف بحوالي أقية أو أقيتين إمتى يا ميس في مرحلة الغسيل الأولى أو الثاني طيب بضيفها لكل أد إيه أو لكل كمية غسيل أد إيه لكل 45 كيلو غسيل موجودين عندي تمام يا شباب؟ طيب أنا هنا خلي بالك إن إحنا قلنا إن أنا لما باجي أضيف الكولور بضيفه كل أنواع الغسيل ملون وبيض وأي نوع وأي أقمشة لا خلي بالي بستخدم المضادات ديت مع الألياف بتستخدم مع نوعية معينة من الألياف اللي بيتم لها أصلا اللي بيصلح إن أنا أضف لها الكولور أساسا من الأساس اللي هي مثلا زي الأقمشة القطنية البيضاء بضيف لها المبيض الكولور عشان يعمل لها بيض ونصاعة وبالتالي علشان كده أنا بضيف في نهاية في المرحلة الأولى أو التانية من مراحل غسيل بتاعتها أقية أو أقيتين لكل 45 كيلو جرام من الغسيل الأبيض دوت ومن الألياف الأطنية دي اللي بتتحمل الكولور ومضادات الكولورين اللي موجودة عندي أو مضادات الكولور تمام؟ طيب رقم 2 رقم 3 الصابون المركب الصابون المركب بيقول لي هو مادة كيميائية بتستخدم في المخسلة وبيكون غير محدد فيها نسبة المركبات القلوية وبيسهل باستخدامها في غسيل الألياف القطنية يعني المنتهى البساطة كده الداني المادة دي وقال لي عليها كلمتين ثلاثة بس اللي هي إيه؟ قال لك هي مركبات غير محددة هي عبارة عن بتحتوي على كيميات غير محددة من المركبات القلوية تمام؟ وبيسهل استخدامها في غسيل الألياف القطنية اللي موجودة عندي طيب في بعد كده إيه؟ ملمعات الألياف خلي بالك من الإسم احنا قلنا الأول المركبات القلوية مضادات الكولور وكمان قلنا إيه؟ كمان يا شباب قلنا الصبون المركب رابع نوع عندي اللي هو إيه؟ ملمعات الألياف ملمعات الألياف دي يا شباب بتستخدم في إيه؟ بتستخدم من إسمها كده خليك فاكرة عشان لما أجأ سألك ملمعات الألياف بتستخدم إيه؟ من لتلميع الألياف يعني إيه تلميع الألياف يا مس؟ يعني أنا بطفي على سطح النسيج اللي موجودة عندي لمعة ورونق وجمال يبقى إذن هي بتستخدم أصلاً إيه؟ على الحفاظ على شكل وجمال القطع الملبسي وبتدي تأثير إن القطع الملبسية كل مرة بترغسل إن هي لسه جديدة زي أول مرة يبقى إذن ملمعات الألياف بتستخدم لإعادة شكل القطع الملبسية جميل وبتحافظ على شكلها بشكل جميل وشكل رائع كأنها لم تغسل وكأنها لسه جديدة لأول مرة تمام؟ بيقول طب هي بتعمل كده إزاي؟ ملمعات الألياف دي بتحافظ على شكل الغسيل كده إزاي؟ أو بتعمل الخطوة بتاعتها دي إزاي؟ عن طريق اتحادها مع المركبات القلوية والمنظفات وكمان منظفات الألياف والمنظفات الكيميائية اللي أنا بستخدمها داخل عملية الغسيل يبقى إذن الملمعات أو الملمعات الألياف اللي موجودة عندي بستخدمها داخل المغسلة ليه؟ بستخدمها علشان تطفي رونق وجمال على القطع الملبسية اللي موجودة عندي وتخلي شكلها دايماً جميل كأنها ما تغسلتش أو كأنها جديدة لأول مرة تمام؟ طيب الملمعات دي بتستخدم ليه شباب؟ بتستخدم لإضافة الجمال ده أو اللمسة الجمالية دي طب بتعمل ده إزاي داخل عملية الغسيل؟ ده بيحصل إزاي يعني؟ بيحصل عن طريق أن الملمعات دي بتتحد مع المواد الكيميائية والصابون والمنظفات الكيميائية اللي أنا استخدمت ده داخل عملية الغسيل وبالتالي بتبعدها عن النسيج اللي موجودة عندي وبتضيف جمال ولمعة للألياف اللي موجودة عندي طيب فيه إيه كمان؟ مناعمات الأقمشة تمام؟ هنقول كده إحنا بنقول إن إحنا بنستخدم بعض المناعمات اللي موجودة عندي في البيت طيب المناعمات دي بيستخدموها في المغاسل ليه؟ علشان تضفي ليونة ونعومة على الألياف اللي موجودة عندي أنا دلوقتي غسلت اللينن ومن ضمن اللينن ده الملاية اللي أنا حفرشها للجسط عندي جوه الغرف عشان ينام عليه فباستخدام عمليات الغسيل والاحتكاك بيبدأ الغسيل أو الألياف بتاع الغسيل يحصل لها خشونة تمام؟ عشان بنظفها وبتخلص من البوع اللي موجودة عليه نتيجة الاحتكاك طب أنا عايزة لأن الملاية دي لما فرشها تحت الجسط يحس كده أن هي جميلة ونعمة ويحس بالاستمتاع داخل الغرف طب ده هعمله ازاي؟ عن طريق المناعمات المناعمات دي بتدي ليونة وبتعمل على فك التشابك ما بين أنسجة الألياف اللي موجودة عندي اللي هي أنسجة مثلا الملاية اللي موجودة عندي تمام؟ وبتدي قدر من النعومة والليون طيب بس لللينن بس والملايات اللي موجودة عندي لا كمان بحطها المناعمات والمعطرات بحطها لإيه؟ ليه القطع الملبسية الخاصة بالجسط عشان لما الجسط كده يجي أكيس للقطع الملبسية حس بيها على سطحها بنعومة وليونة وكمان عشان هو لما يجي يستخدمها يحس أن القطع جميلة ومرنة ولينة ما فيهاش أي خشونة نتيجة عمليات الغسيل اللي حصلت عليه تمام؟ يبقى إزا كده قلنا عندنا مجموعة من المنظفات أو المواد الكيميائية اللي بتستخدم داخل المخسل من ضنها الملمعات طيب فيه إيه كمان؟ عندي أحماض الصبون المتعادل تمام؟ ودي بتعمل على إيه؟ على إزالة القلويات للتجهيز لعملية التحضير اللي بعد كان تمام؟ يبقى أحماض الصبون المتعادل دي بتستخدم في إيه شباب؟ دي بتستخدم لي أن هي بتتحد أو بتزيل القلويات اللي أنا ضفتها في عمليات الغسيل علشان عملية تحضير الغسيل اللي بعد كان تمام؟ طيب فيه إيه كمان؟ مادة الاكسوجين السائل او البدر المادة دي يا شباب تعتبر من المواد الخطيرة او القوية اللي بتستخدم في عمليات التنظيف مش خطيرة خطيرة علي يعني لا خطيرة على في الاستخدام طب لي يا مس لان المادة دي يا شباب ما بتستخدمش الا للضرورة القصوى تمام لما يكون عندي بقع مستعصية جدا جدا في التنظيف تمام طب بستخدم البقع دي او المادة دي امتى بستخدمها في ظروف خاصة لما زي ما قلنا لما يكون عندي بقع شديدة الاتساخ او مستعصية مش عارفة انا اتضافها فبستخدم مادة الاكسوجين السائل او البدرة في عملية التنظيف بتاعها ويفضل اثناء استخدامها ان انا بستخدم المركبات الهايدروجينية تمام زي ايه هيدروكلوريك السوديوم تمام وبستخدمها في عملية التنظيف بتاعها بيقولك خلي بالك ان انا لما باجي استخدمها لازما اراعي اثناء عملية التكفيف استخدمها وانا بستخدمها لازما اعمل ان انا اتخلص منها اثناء عملية التكفيف يبقى مادة الاكسوجين السائل او البدرة هي من المواد القوية المستخدمة في عمليات التنظيف والمادة دي بتستخدم للبقع المستعصية اللي انا مش عارفة نظفها ومش لقيلها حل تمام طيب بتستخدم في ظروف ايه بتستخدم في حالة اضافة المواد الهايدروجينية تمام او المنظفات الهايدروجينية زي هيدروكلوريك السوديوم تمام المادة دي يا شباب لما اجي استخدمها لازما اراعي ان انا اتخلص منها في عملي قبل اثناء عمليات التكفيف وبيقولوا ويقال ان في الوحدة بتاعتنا ان المادة دي لما تستخدم مع الماء البارد بيكون عندها درجة قوة عالية جدا في ازالة البقع اللي موجودة داخل الاقمشة الملون تمام بعد كده بنتقل ليه المادة اللي بعد كده اللي هي اسمها المنظفات الصناعية المركبة المنظفات الصناعية المركبة يا شباب بتتمتع بقوة تحمل عالية جدا مع الماء العصر يعني ايه الماء العصر هنشرحه بعد شوية بس هنقول كده الجملة سريعة علي الماء العصر هو يا حبيبي الماء اللي موجود فيه نسبة عالية جدا من الاملاح وبالتالي لما بحط اي منظف معاه عشان اعمل عملية الغسيل المنظف ده بيتحد مع الاملاح دي وما بينضف ليش البقع فبيحصل ترصيب ليه كملح داخل محلول الغسيل او داخل دورة الغسيل ويطلع الغسيل متسخ زي ما كان وارجع اقول ايه ده المنظف بتاعي اللي انا بستخدمه نوعه مش حلو لا خلي بالي ان احيانا الماء العصر بيوقف مراحل الغسيل او عمليات الغسيل وما بيحصلش فيها التفاعل المطلوب اللي انا عايزه فبستخدم في الحالة دي ايه بقى المنظفات الصناعية المركبة المنظفات الصناعية المركبة بيكون لها قوة تحمل مع الماء العصر يعني بتعرف تتعامل معاه وبتعرف تنظف الغسيل او الملابس فيه احيانا في تواجد الماء العصر طب بتعمل ايه يمكن استخدمها مع الاقمشة المركبة تمام كما انها بتتكون بتستخدمها مع الاقمشة المركبة وبتتكون من ايه بقى يا شباب بتتكون من مركبات مختلفة زي المنظفات والسيليكات والقلويات وبعض الزيوت الخاصة وملمعات الاقمشة يبقى بنقول تاني المركبات المنظفات الصناعية المركبة هي عبارة عن منظفات لها فعالية جبيرة جدا في حالة وجود الماء العصر والماء العصر قلنا هو الماء اللي فيه نسبة املاح عالي زي ايه زي ماء البحر مسلا ماينفعش جيب بقى طبق وجيب فيه مياه من بقى البحر وابدأ اخسل فيه ليه لان فيه نسبة املاح عالية جدا اي منظف هحطه في مية البحر مش هيرغي ومش هشتغل ليه لان المنظف بمجرد ما حطه هيتفاعل مع املاح المية دي ويبدأ يترصب فيه فيه الطبق عندي اللي انا بخسل فيه وبالتالي مش هيصل تنظيف ليه القطعة الملبسية وهيتمي فيها البحر لان ما تمش التفاعل معاه تمام بنقول كمان الاقمشة بتستخدم المركبات الصناعية المنظفات الصناعية المركبة على الاقمشة المختلطة او المركبة تمام وبتتكون من ايه بتتكون من منظفات والسيليكات والقلويات وكمان بعض الزيوط الخاصة وملمعات الاقمشة تمام كده يبقى احنا خلصنا المعيار التاني تعالوا كده بقى نفتكر مع بعض المعيار التاني كان بيتكلم عن ايه بنقول يا شباب المعيار التاني يحدد المواد الكيميائية اللي موجودة داخل المغاسر وقلنا ايه هي المواد الكيميائية اللي موجودة داخل المغاسر عندنا اربع مواد كيميائية الصابون الانزيمات والملمعات والمنظفات تمام بنقول يا شباب ان المواد دي منستخدمها فيها مجموعة من المواد المختلفة اول مادة عندي اللي هي المركبات القلوية بعد كده عندي ايه عندي مضادات الكلور عندي المركبات القلوية واتكلمنا عنها وقلنا ان هي مركبات ذات كفاءة عالية مضادات الكلور بستخدمها عشان اتخلص من مواد الكلورين اللي موجودة عندي داخل القطعة الملبسية الصابون المركب وبيستخدم فيه تنظيف الالياف القطنية ملمعات الالياف واللي هي بتستخدم ليه لزيادة جمال القطعة الملبسية اللي انا بخسلها وبتحافظ على رونقها وجمالها وبتستخدم في ايه يا شباب بتستخدم فيه تلميع الاقمشة اللي موجودة عني بتتكون من ايه بتتم تلميع القطعة الملبسية دي ازاي؟ عن طريق اتحادها بالصابون والمركبات القلوية ومنظفات الألياف والمنظفات الكيميائية اللي موجودة عندي وغيرها من مواد الغسيل طيب ايه كمان؟ منعيمات الأقمش قلنا بتنعم الأقمشة بتعمل ايه؟ بتعمل ليونة ومرونة في الألياف اللي موجودة عندي وبتدي إحساس بالنعومة على سطح الأقمشة عن طريق فك التشابك اللي بيحصل نتيجة عمليات الغسيل فك الألياف اللي بتبقى حصل لها تشابك أثناء عمليات الغسيل وبالتالي تدي تأثير نعومة سواء على اللين اللي أنا بفرشه داخل الغرف أو كمان على الأقمشة اللي موجودة عندي طيب في ايه كمان؟ أحماض الصابون المتعادل وقلنا بتستخدم علشان أتخلص من بقايا القلويات اللي موجودة عندي داخل عمليات الغسيل فيه كمان مادة الأكسوجين السائل وقلنا هي مادة قوية بتستخدم لتنظيف البقع المستعصية وبستخدمها في حالات خاصة وبضيف لها أثناء الاستخدام المواد الهايدروجينية زي هيدروكلوريك السوديو تمام؟ وبستخدمها في تنظيف الأقمشة الملونة أثناء استخدام الماء البارد معاه المنظفات الصناعية المركبة وقلنا دي منظفات بتستخدم بشكل فعال جدا مع الماء العصر وهي بتستخدم مع الأقمشة المركبة وتتكون من مجموعة من المنظفات والسليكات والقلويات والزيوت الخاصة وكمان بعض ملمعات الأقمشة طيب بكده يا شباب احنا انتهينا من المعيار التاني اللي موجود عندي المعيار التاني فيه المخرج التاني المخرج التاني كان بيتكلم عن ايه كده نفتكر مع بعض بنقول بينظف ملابس النزلاء وقلنا بينظف الملابس النزلاء عن طريق مجموعة من المعيار أول معيار فيهم اللي هو يحدد القواعد العامة اللي موجودة قبل عملية الغسيل المعيار التاني يحدد المركبات الكيميائية اللي موجودة داخل عملية الغسيل نفتكر كده مع بعض القواعد العامة اللي موجودة عندي اول قاعدة فيهم بتقول ايه شباب ان انا بافصل الابيض عن الالوان القاعدة التانية بتقول ايه بتقول ان انا لو عندي اي قطعة ملبسية فيها سوستا بقفلها القاعدة التالتة بتقول ايه لو انا عندي اي قطعة ملبسية فيها مجموعة من الازرار لا بفك الازرار دي كويس جدا من بعض علشان ما يزدش مساحة العراوي اثناء الغسين القاعدة الرابعة بعمل ايه شباب خلي بالك ان انت بتخرج قلب الجيوب بتاع البنطيل او القطعة الملبسية قبل بداية الغسين طيب اللي بعد كده براعي ايه براعي اننا بقلب جميع البناطيل وجميع البلوفرات على الظهر علشان بيلمش عندي وبر او خيوط اثناء عملية الغسين طيب ايه كمان القاعدة اللي بعد كده راعي وانت بتيجي تخسل الملابس ان انت تحط الملابس ديت على الظهر علشان خاطر اعمل ايه شباب علشان خاطر ابدأ اخسلها كويس جدا وكمان اعمل عملية نقع للملابس قبل الغسين بحوالي تلت ساعة ما يزيدش عن تلت ساعة شباب عشان ما يحصلش التصاق للبقع مرة تانية بالقطع الملبسي طيب بعد كده بعمل ايه شباب من القواعد اللي موجودة عندي عندي القاعدة اللي بعد كده اننا لازم اراعي قبل عملية الغسين اننا ااكد على درجات الحرارة اللي مستخدمة عندي عرفنا ايه هي قواعد الغسين المستخدمة او اللي بتتبعها قبل عمليات الغسيل عرفنا ايه هي المواد الكيميائية اللي بستخدمها في عمليات التنظيف كمان عرفنا ايه هي مراحل الغسيل اللي انا بستخدمها في عمليات الغسيل اللي هما ايه كده نفتكر كده مع بع عندي اربع مراحل لعملية الغسيل بتاعتي اول مرحلة اللي هي عملية تكسير الاتساخات اللي موجودة على الملابس المرحلة التانية اننا بستخدم المنظف وبستخدم مع ايه درجة حرارة عالية المرحلة التالتة اننا بعمل ايه بستخدم الكولور لعمليات التبييد المرحلة الرابعة وهي عملية التعقيم والتطهير كده شباب نكون دخلنا المخرج التاني واشتغلنا فيه المعيار الاول اللي بنتكلم فيه عن القواعد العامة لعمليات الغسيل والمخرق وعرفنا ايه هي مراحل الغسيل ايه هي المنظفات المستخدمة عندي داخل المخسلة وبنحفظهم زي اسمين عشان لما نيجي نستخدمهم داخل المخسلة ما نقردش اربع مواد كيميائية اساسية مستخدمة داخل المخسلة عندي صبون عندي انزيمات عندي معطرات وملمعات ومنظفات تمام طيب فيه كمان ايه شباب فيه عندي مجموعة من المنظفات تتكلم معاها علي معانا على المنظفات ديت وعرفنا انواع ليه بكده نكون خلصنا المعيار التاني هنبدأ مع بعض يا شباب المعيار التالت للمخرج التاني اللي بيقول ايه يا شباب يتعامل مع البقع المختلفة التي توجد بالملابس تمام طيب البقع المختلفة اللي موجودة فيه الملابس او ازاي اتعامل معاها ده هنعرفه مع بعض ان شاء الله يا شباب في الحلقة الجاية اشوفكم على خير والى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة